اسمه اخر اعيز حركة تتحدث عنه شوية محمد هاني محمد هاني من لعيب كثير الانتقادات الناس تنتقده كثيرا ولسه لعب ناشي ولسه لعب صاعد وامتى هيبقى باكر راية للنادي الاهل وامتى هيبقى باكر راية لمنطقة مصر النهاردة يرتدي شهارة القيادة ومش النهاردة بس النهاردة ومباريات كثيرة ماضية يقدم مستويات رائعة جدا برضو ايه سبب التحول في مستويات لو حسين الشحات تم التحول في مستويات بسبب تغيير مركزه محمد هاني في نفس المركز ازاي تحول مستويات بالشكل ده محمد هاني انا شايف انه هو لازم يجيله مدرب يطوره زي ما كولر كده تطور حسين الشحات زي ما فيلر تطور رمضان صبحي ورمضان احرز اهداف في الوقت بتاع فيلر ما كانش بيسجل بالمعدلات دي وزي ما فيه مدربين كتير كان فيه لعيبة في الوقت بتاعهم كانوا متقلقين انا شايف محمد هاني لازم يبقى فيه عنده محورين للهجوم بمعنى اه ايه انت لسه شايف انه محمد هاني لسه عنده نواقس لسه طبعا عنده عنده حتى مع المستويات الجادة اللي بيقدمه عنده فايل كبير جدا يقدر يشتغل به وينقله في حتة تانية خالص هي حتة الهجوم الداخل حتة ان انا لازم وانا مسك الكورة لازم يبقى عيني على الرأس حربة ما هو الباك اللي عالجنب ده لانا لعبت باك ليفت طبعا من ضمن الجمل اللي كابت الجهري كان الله رحمه بيعملها لنا ان الباك ده غير ان هو بيحط للجناع ويعمل اوفرلاب من وراه ان انت تهاجم من الخارج وتعمل الكروس والكلام ده كورا الهجات اللي احنا حفزانه تمام لكن لازم انا يبقى عندي جملة بتتحطى على الرأس حربة خلاص ولازم اخترق من جوة زي ما بيعمل علي معلول شوية برافو عليك زي ما بيعمل علي معلول ان انا بحط الكورة لجوة وابدأ اخش من جوة يايما دبل باس من جوة واخش اشوت يايما دبل باس من جوة وامشي واروح مطلحها فيه سيناريوهات كتيرة جدا بس في اخر 30 متر مش لازم افكر بس ان انا تتحط الكورة لبرا او بيرس تاوي يخش لجوة وقام انا طالع لبرا وتتحطي لي مثلا من ديانجي في المساحة لبرا فأنا هعمل إيه؟ هرومجاري وعمل كروس طب لو راجل أفل عليها هملاممها ومرجحها تاني الورا دق وانا واقف في الجنب يعني انت واقف خلاص انت تستلمت في الجنب اليمين وراجل أفل علي فمش هو فعمل كروس لازم هنا بقى يبقى في حل إيه الحل؟ حل ده ان تتلم الكورة وتتحط المين لرأس حربة بقى خلاص احنا مش هنفع نرفع فلازم تتحط او حد مكمل من التمانية ان انا ألعب لجوة التمانتاشر زي النهاردة الجون اللي جي فينا الجون اللي جي فينا اتعاملت ازاي؟ الكرة قطعت وبعدين الراجل لم الكورة وحطها لبرة مين اللي كان مكمل؟ التمانية صح خلاص شوف كمل منين؟ فهوش محمد عبد منعوم ورح مكمل ورح مطلحها لبرة فالاختراك اللي هو بيسموها الهوف سبيس اه طبعا عارفها طبعا انت اكيد لان انت انا عارفك انت بتبصص على لا براقبك انت الهوف سبيس دي اللي هي م بين الستة يردى والتمنتاشر طبعا الهوف سبيس دي مهم جدا جدا ان انت بدأ التمانية يشتغل فيها وبدأ الباك اللي يشتغل فيها وبدأ ما بيشتغل على برا على الكنارات اللي برا اللي هما العاديه لا بقى بيخش ويشتغل في الهوف سبيس اللي هي ما بين التمنتاشر والستة يردى دي مهمة جدا حامد هاني لو داوا سفي الحتة دي سيتنيل نقلك ري Alejandro هيروح في شاته تانية هيبدأ يروح على الجون هيبدأ يعمل أكشنز على الجون يعني إما شوت يما أسستات أكتر من كده وبالتالي هبوسط يتنقل فالجمهور هيبدأ يعني إيه ده ده فيه حاجة جديدة أنا دي عشتها وأنا بلعب وأنا بلعب عشت التطور ده طبعاً أنت بتقعد تلعب عشر سنين أنت راجل سنتر باك وبعد كده لما كنت عشر سنين بتلعب معقولة لعشر سنين هو هو لا طبع أنت السدبك هتفضل تقطع وتلعب هتزق صح أنت هتزق والجمهور خلاص يا عم محمد يوسف بيقطع ويلعب وحتى مدربينك هيقولوا خلاص الراجل ده ما بتطورش في ناس تايم التطورج برافو عليك أنت لازم تعيش مراحل يعني أول ما تطلع آه أوكي أنا لسه طلع للفريق الأول فبقطع وسلم وأسمع الكلام أبا أبو لعب مؤدد بأجودش والخبرات لسه مزيد لكن بعد ثلاث سنين الخبرات زادت وروحته منتخب فلازم يبقى في حاجة بعد كده الخبرة بقى أن أنت خلاص بقى بقيت تقرأ اللعب فلازم اللعيب يعيش المراحل بتاعة أي لعب ما ينفعش تقف في أي مرحلة ما ينفعش تلعب عشر سنين بنفس النمط بنفس المستوى بنفس الخلاص أنت من أول سنة زي عشرة معقولة مش ممكن لازم الخبرات بتزيد والثقة بتزيد ومواقف اللعب وعدد الدقايق كل دي مهمة جدا عظيم